السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحاضرة رقم 13 من مادة تقنية القياس عنوان المحاضرة هايدروستاتيك انترفيس لفل ماجرمت مثل ما موضح بالصورة عندي تانك وبي تو لكود الليكود الاول اللي كثاف تقامة لايت لكود دين ستي مات تقامة وعندي الليكود الثاني اللي هو الهي الليكود السائل الثقيل اللي هو تكون كثافة اكبر يكون في الاسفل نتيجة لاختلاف الكثافات راح يكون السائل الاخف ذو الكفاءة الاقل في الاعلى والسائل ذو الكفاءة العفو الكثافة الاكثر غامة تو راح يكون في الاسفل فراح تنعزل المادتين وراح يكون بيانات حد فاصل هذا نسميه الانترفيس الانترفيس لفل فعنوان محاضرة انترفيس لفل مستوى الحد الفاصل يعني نتيجة لاختلاف الكثافات راح يكون حد فاصل بين المادتين هذا الريد نعرف او نعرف لفلها مستوى شون نقيس شقد هذا اللفل يعني قيمته اتش وان واللايت لفل راح يكون قيمته اش دو فضروري نعرف قيمة الاتش وان والاش دو حتى من خلاله اقدر احدد اين يقع الحد الفاصل بين السائلين شنو الداعي لهذا الموضوع لدراسة هذا الموضوع كتطبيق عملي في القطاع النفطي يوجد عندنا في الخزان النفطي راح يكون يجي السائل او العفو الكرويد اويل فهذا الاويل راح يكون بماء بالاضافة الى النفط و مواد اخرى ف على سبيل الفرض هذا النفط يحتوي على ماء النفط الخام ماء ف كثافة الماء تختلف عن كثافة النفط وبالتالي سكابة او سقوطها داخل الخزان النفطي راح ينعزل نتيجة ينعزل الماء عن النفط نتيجة لاختلاف الكثافات اذا عملية سيبراشن بروسسز يعني عملية فصل للسوال ومن ثم اذا اقدر تبصل الماء عن النفط اقدر اتخلص من الماء الموجود او الممزوج داخل النفط حتى اعرف واقدر يعني اتنبأ بموقع او بالحد الفاصل بين السائلين المختلفين بالكثافة لازم احافظ على مستوى ثابت مستوى ارتفاع كل ثابت يعني لازم احافظ على هذا الارتفاع وحتى احافظ على هذا الارتفاع قبل لا نروح الى موضوع المحافظة على الارتفاع نروح الى كيف يمكن قياس ارتفاع السائل بواسطة عنصر التحسس اللي هي هنا لترانسميتر لفل مجرمنت يعني بواسطة المرسلة نخليها في اسفل الخزان بس راح تظهر لي مشكلة وهو عدم امكانية التنبؤ ب مستوى الحد الفاصل يعني ما اقدر هسا هنا الترانسميتر راح تنظر له ضغط واحد ضغط جايني من اس جي غاما تو زائد الضغط اللي جايلي من الهاي لكود يعني اللايت لكود والهاي لكود يعني راح اشوف اتش وحده مو اتش وان زائش يعني ما راح تشوف اتش وان ما راح تميز اتش وان اشج قيمتها ولا اشتو قيمتها راح تنظر لها ككل عبارة عن اتش وحده وبالتالي عدم امكانية الترانسميتر على معرفة على معرفة او التكهن بمستوى الحد الفاصل يعني هذه النقطة ما قدر احدد هشكت يعني اتش وان ما قدر اعرفها من خلال الترانسميتر هذه المشكلة اللي راح تواجه لكن اقدر انصب الترانسميتر بطريقة علمية ارتبها بدزاين معين ومن ثم اقدر اخلي الترانسميتر راح تتنبئلي بالحد الفاصل حتى احافظ على المستوى الكلي للسائل يعني الاتش بدءا من القعر الى سطح السائل حتى احافظ علي مثل ما نعرف لازم عندي انضوب الدخول الانلة من خلاله يسقط النفط الخام على سبيل الفرض و نتيجة الاختلاف الكثافات راح يكون السائل اللي كثافته اقل بالا اعلى واللي كثافته اكبر راح يكون في الاسفل في الاسفل فحتى احافظ على مستوى كلي لازم عندي هذا الصمام الدخول و عندي هنا الوفرفلو بايب اللي من خلاله راح يخرج اللايت لكو يعني الغاية انه افصل اللايت الكود عن الهبي الكود فهذا معدل الجريان اللي يجيلي من الانلت بايب وهنا انفصل الى السائلين اللي اللايت الكود راح يخرج عبر الوفرفلو والهبي الكود عبر الدرين بايب او هذا على هاي الستراتيجية ستراتيجية الفصل لازم احافظ على المستوى الكلي يعني شلون ما اخلي بنفس الوقت التصريف عبر الدرين بايب اكبر من الانلت بايب وبالتالي راح اللايت اذا هنا التصريف هنقول الجريان او التصريف اكبر من تصريف الانلت بايب هذا هنا النفط الخام راح يكون اللايت لكود مستوى يزداد يعني الاشتوب تزداد وبالتالي يتم تصريف الهبي لكود نخلص من تصريف الهبي لكود نشوف هذا المستوى ينزل ومن ثم راح يجي اللايت لكود بدل ما يطلع من الوفرفلو راح يطلع عليه من الدرين فلو اذن مستوى خروج السائل او معدل خروج السائل من الدرين بايب دائما اقل من الانلت بايب يعني هذا يصرف قليل بينما هذا راح يصرف اكثر زيان الزيادة وين راح تروح هذا راح يكون معدل سقوط السائل من خلال هذا البيب اكبر من التصريف من الدرين بايب الزائد والفاض عن الحاجة اللي هو راح يتم او يخرج عن طريق الوفرفلو بايب وبهاي الطريقة راح اضمن انه الهي يفصل ويعزل عن اللايت لكويد نتيجة الاختلاف الكثافات كتطبيق عملي ايضا عدنا السيبريتر العازلة النفطية هنا مثل ما اللاحظ يدخل الكرويد اويل النفط الخام اه الى طبعا يدخل منا الى العازلة فهنا النفط الخام راح يحتوي على الماء والنفط والغاز بالاضافة الى رغوة هنا تتكون ف بمجرد يدخل للسبريتر راح يعزل النفط عن الماء قلنا الاختلاف الكثافات فالكثافة اللي تكون اكبر راح يكون في الاسفل اما الاقل راح يكون في الاعلى والغاز كثافة اقل راح تكون في الاعلى يعني من السيبريتر الغاز راح يتم تصريف عن طريق هذا البايب والاويل راح يتم تصريفه عن طريق هذا البايب منها وهذا ال كونترول فالف فلو كونترول فالف اما الماء هنا اكو حد فاصل اما الماء يتم تصريفه من خلال هذا البايب سيبريتر او سيبريتر ووتر اذن ضروري اعرف مستوى الحد الفاصل يعني هذا هو الحد الفاصل هنا مو مستوى يعني مستقيم لان مثل ما نعرف سقوط السائل هنا راح يصير افتزاز بالحد الفاصل او يعني الحد الفاصل راح يكون غير مستوي لازم انصب ما يسمى بال level instrument control اللي هي هنا معدة راح تقيس للحد الفاصل وبالتالي تعطي اشارة الى control في حالة زيادة الحد الفاصل يعني صعودة الى هذه النقطة مثلا او تجاوز لهذه النقطة راح ندرس ها لو range value او upper range value بني تجاوز هي راح تعطي يعني خنقول الماء ازداد مستوى زين طبعا تتحسس هذا الانسترومنت وبالتالي تعطي اشارة الى control valve تقول افتح من راح يفتح راح يبدي يصرف الماء بس عندما يوصل الى lower range value من يوصل الى مستوى اقل اقصد عن الماء انا اريد فقط منها يخرج ماء فمن يسقط او ينزل الى مستوى اه lower range value يعني اقل قيمة انا راح اسيتها من خلال transmitter اه راح اقل ال control هنا control valve flow control valve اه اغلق الى حين يبدي مستوى الماء يسعد بنفس الحالة او نفس الطريقة هنا اه اسيطر على المستوى لحد الفاصل بين النفط وبين الفوم او الرغو اللي تتكون حتى اضمن انه فقط خلال هذا البيب يخرج نفط وخلال هذا البيب يخرج ما وايضا خلال هذا البيب يخرج لغاز هذا كapplication ل level او الانترفيس level measurement مثل ما ذكرنا في بداية المحاضرة انه حتى انه وجود مشكلة انه الترانسميتر راح تقرأ level ككل ما تميز بين light liquid ولا heavy liquid يعني تنظر اله h1 h2 h3 كh1 ما تميز h1 عن h2 عن h3 حتى اتغلب على هذه المشكلة انا اريد اشقد مقدار h1 بالتالي اعرف مقدار heavy liquid و اشقد مقدار light liquid اللي هو هنا راح يكون عبارة عن h3 و h2 حتى اتغلب على هذه المشكلة اللي يعني من استخدم الانسترومنت راح الاجي الى ما يسمى بالcompensating لك استخدم الساق او ساق المعادلة اللي هي تربط للو بنقطة هذه النقطة يكون مستوها اقل من المستوى الكلي للسائل يعني اشقد هو المستوى الكلي للسائل راح يكون بهالشكل مثلا هذا h طبعا هنا h عبارة عن h3 h2 h1 وبالتالي اوصل اللو الى نقطة هذه النقطة اقل من هذا المستوى اللي هو الh1 الh وابدي هنا ارمز مقدار الهي اللي هو الh1 وال light راح يكون h2 و h3 النقطة يعني من مستوى سطح السائل مو الانترفيس الى النقطة الدايفرام راح يكون h3 من نقطة الدايفرام الى مستوى الحد الفاصل هذا نسمي الانترفيس level راح يكون h2 خلي نشوف ها داخل ال 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 ود راح يكون full fluid يعني wet leg مو dry leg ساق رطيبة تحتوي على سائل القامة ماتة قامة 4 كثافة ماتة قامة 4 وارتفاعة h4 طبعا هنا ال electronic output signal هنا الاخراج ماتة الترانسميتر نجي طبعا هنا ناصب هالترانسميتر حتى أسيطر على الحد الفاصل يعني على مستوى ارتفاع ال هافي لكويت ومستوى ارتفاع ال لايت لكويت هنا ما أخلي مستوى ال لايت لكويت يزداد بحيث ينزل ويكون يعني يزداد شلون راح يكون ال اندليت بايب يخلي يعني السائل ينسكب وهنا ينعزل راح يكون ال لايت لكويت كميته أكبر وبالتالي ليش كميته أكبر مستوى أقصد أكبر هذا يزداد لأن عملية التصريف عن طريق الدرين بايب عملية تصريف ال هافي لكويت راح تكون أكبر وبالتالي إذا هذا اللون الأصفر بدأ ينزل راح ال لايت لكويت راح يروح عن طريق الدرين بايب بينما أنا أريد حصرا الهافي لكويت يخرج لي من الدرين بايب أو المسألة بالعكس أنه في حال أنه هذا مغلق أو ضيقت الجريان من خلاله الدرين الفلو من خلال الدرين بايب قللته راح يكون الهافي لكويت يبدي يصعد واللايت لكويت راح يكون مستوى قليل نصور أنه ما ما كوجود اللايت لكويت راح يصير كله هافي لكويت وبالتالي هذا المضخة العائمة راح تسحب للهافي لكويت وتخلي يخرج عن طريق هذا البيب اللي هو كان من المقرر إلي يسحب فقط اللايت لكويت إذن من الضروري السيطرة على الحد الفاصل بين الـ تو لكويت نجي نحسب بهالفرضية اللي افترضناها أنه هنا نشوف هذا الهاي راح البرجر راح يشوف لهذا السائل في غاما 1 في اله 1 زائد يشوف غاما 2 في اله 2 مثل ما عرفنا الضغط هو عبارة عن غاما في اله زائد أيضا هذا اله يقابل شنو يا سائل غاما 2 إذن غاما 2 في اله 3 بينما اللا راح يكون ارتفاع السائل اله 4 في الغاما مات اللي هي راح يصير غاما 4 هذا الضغط مات السائل داخل الويت داخل المعادلة بس تبقى عندي اكو ضغط راح يجيني اللي هو هذا مقدار اله 3 إذن هذا السائل اللي فوق الدايف افرم هنا العفو ريموت سيل هذي البوينت ايضا راح يسلط على اللاور بورت اللو بورت العفو فراح يصير غاما 2 في اله 3 اجي مثل ما نعرف هنا تاخذ دلتا بي يعني فرق الضغط فاقول اللو الهاي العفو ناقص اللو فهذا المقدار ناقص هذا المقدار راح اشوف هذا الحد يختصر ويبقى فقط هذا المقدار اجي الى القاما 4 في الـ ارجع للشكل الماتي الافتراض اللي على اساس اشتقيت المعادلات ماتي الاحظ انه القاما 4 ثابت يعني السائل مستوى السائل محصور داخل الريموت سيل اذا هذا السائل الـ ثابت القيمة وبما انه الارتفاع ثابت والسائل ما راح يتغير نوعه اذا القاما ما تلك ثابت اذا حاصل ضرب القاما 4 في قيمة ثابت اقدر اكتبها كونستانت اذا هذا كونستانت اقول هذا القيمة زائد هذه القيمة ناقص كونستانت واخذها بالحسبان في عملية الكاليبريشن اللي اسويها الترانسميتر هنا راح انتقل الى الانترفيس لفول راح احدد الى lower range value و upper range value يعني اقل قيمة للحد الفاصل واعلى قيمة للحد الفاصل اقصد الحد الفاصل هذا راح نشوف هاي اقل قيمة اللي راح اسميها lower range value واعلى قيمة يصعد لها السائل او الحد الفاصل اسميها upper range value بس اخلي بالحسبان انه الانترفيس level ما راح يصعد الى هذه النقطة يعني دائما اقل من الpoint اللي موصلها لل low port وبالتالي هنا راح اقول الانترفيس level الانترفيس معناها النطاق او الرينج او المدى اللي يتحرك له الانترفيس level يعني هذا لحد الفاصل فيتحرك من قيمة lower range value الى upper range value بمقدار 3 فيت 3 قدم بهذا المثال فاجي هنا مثلا عندي heavy liquid SG 1.1 هنا light liquid مثل ما نشوف لازم تكون قيمة الكثافة اقل من يعني SG مات اقل من heavy liquid لذلك هي 0.78 بالمية اجي اشوف ارتفاع heavy liquid 4.5 فيت بينما الاسبان اللي يتغير به يعني هذا الحد الفاصل يتغير ضمن هذا المدل اللي هي 3 فيت قدم بعد ذلك اشوف من نقطة ال upper range value الى هذه ال point هذا المقدار اسمي او قيمته 1.5 فيت اجي بالجهة الاخرى من low port او اللي تمثل اللي port اهنا راح اشوف الساق الرطيبة او عف الجاف الرطيبة تسعة قدم وال اس جي للمادة اللي هي واحد وتسعة بالمية اللي الداخل ال remote اللي هي hello carbon full fluid فراح ادرس حالتين الانترفيس level بحالة ال lower range value وادرس الانترفيس level بحالة ال upper range value lower range value يعني هذا الانترفيس level لحد الفاصل عند هذه القيمة القيمة وال upper range value ترتفع الى شوف نشوف هنا اللون الازرق ازداد يعني المستوى لحد الفاصل ازداد الى هذه القيمة يعني هذا المستوى لحد الفاصل اللي يفصل بين السائلين ما يصعد فوق قيمة ال upper range value فراح ندرس الحالتين نشتق المعادلتين ناخذ الحالة الاولى طبعا هنا صورة اكبر توضيحية اكثر نشوف لحد الفاصل واقع ضمن الرينج المقرر الى اللي هو بين lower range value بين هاي القيمة وايضا بين هاي القيمة هذا هو مستوى لحد الفاصل interface level فراح نجي ندرس lower range interface level condition يعني نشوف هنا لحد الفاصل عد lower range وقيمة الهي لكوود ارتفاع الهي لكوود 4.5 فت الاسبان الانترفيس level يعني يتحرك ضمن مدى ثلاثة قدم وال upper range level range value يعني من هاي النقطة قلنه من هاي النقطة نقطة الريموت سيل ال high الريموت سيل الى upper range value هذا راح يكون واحد ونص بينما هذا المقدار اللي هو من هاي النقطة هاي النقطة اللي توصل لها range lower أو low port هذه النقطة من هذه النقطة الى اعلى السطح السائل راح ما ناخذها بالحسبان لذلك هنا ما نطيناها قيمة ليش هاي راح نشوف هذا يعني هاي القيمة من الى هنا نحدد ها بالدائرة ساحب من سهم توضيحي لهذا الكلام هذا المقدار ابتداء من هاي النقطة الى اعلى السطح نفسه راح يعني يسلط قيمة ارتفاع سال تسلط على الهاي بورت بنفس الوقت نفس هذا القيمة راح تسلط على اللو بورت فما اكو داعي بعد اخذ بالحال يعني شلون بما انه نفس القيمة تسلط على الهاي ونفس القيمة راح تسلط على اللو بورت وبما انه عمل هي فرق الضغط اذا نفس الكمية المضافة على طرف ال راح تطرح اذا ماكو داعي بعد اعطي قيمتها واخذها بالحسابات اذا ابدي احسب فحتى احسب الهاي بورت يعني البرجر على الهاي بورت اروح اقول اولا calculating the hydrostatic bruger seen المرئ at the هاي بورت راح احسب الضغط الهاي درستيك على الهاي بورت بالمعادلة بما انه السائل معطى الى الاسجي اذا راح الجأ الى قانون اللي هو عندي البرجر يساوي p water في specific gravity يعني حتى احسب الضغط بوحدة الانج water column اشوف الضغط المعطى احسب p water بال specific gravity فمثل ما نعرف احنا كل واحد فوت يساوي 12 انج فارجع حتى احسب p high اقول ارتفاع اربعة ونص فت زائد ثلاثة فت زائد واحد ونص فت off يعني اربعة ونص off heavy liquid لان هذا الاربعة ونص خاص بالheavy liquid اما التلاثة off light liquid يعني ارتفاع ثلاثة light liquid بس مثل ما نعرف انه هنا light liquid راح يكون واحد ونص لهذه المسافة زائد ثلاثة اربعة ونص light liquid لانا على اعتبار انه راح يكون range اللي قابل للعاف السؤال اللي قابل للثلاثة هو light liquid واللي قابل لواحد ونص الارتفاع واحد ونص راح يكون ايضا light liquid فجمعناه قلنا اربعة ونص light liquid يعني الضغط المسلط على الهاي راح يكون بهالشكل قلناه اربعة ونص من الهي لكود اربعة ونص قدم من الهي لكود هذا ضغط بدلالة الارتفاع او نعم زائد اربعة ونص قدم من اللي لكود اجي احول القدم الى انج اضرب الاربعة ونص في اطنعاش اطلع الى اربعة وخمسين انج اوف هافي لكود زائد اربعة وخمسين انج اوف لايت لكود بس احنا نريد هنا البي هاي الباور على العفو البرجر على الهاي بورت بوحدة الانج ووتر ووتر كولوم هس حولنا الارتفاعات الى انج ضربنا في اطنعاش حتى احول الى وحدة الووتر كولوم يعني الضغط اه اه الهافي لكود بما يعادله من ضغط الماء حتى احول اه الاربعة وعشرين او الاربعة وخمسين انج اه من الهافي لكود اه الى وحدة الووتر كولوم اضرب الاربعة وعشرين بال في اربعة وخمسين في الانج اللي هي الاسبيسيفيك غرافتي اوف هافي لكود بنفس الطريقة الاربعة وخمسين هنا اضربها بما انه اربعة وخمسين انج اوف لايت لكود اذن اتحولها الى وحدة الانج ووتر كولوم اضرب الاربعة وخمسين الثانية المقابلة للايت لكود اضربها بال اس جيمات اللايت لكود اللي هي 78 بعد ما اضرب اجمع طبعا وحدة القياس هنا بدنا اضرب الاسبيسيفيك غرافتي راح اوتوماتيك تصير انج ووتر كولوم اجي اجمع هن يطلع لي البي هاي 101 52 انج ووتر كولوم بنفس الطريقة راح احسب اللو بورت البرجر على اللو بورت بيلو يعني ارجع الديزاين ماتي او الرسم اشوف هذا اللو فقط مسلط عليه التسعة اما هذا المقدار قلنا ما معطه هناش قد الارتفاع الواحد ونص هي القيمة من هذه النقطة فاللو راح يشوف فقط التسعة في طبعا نحولها بنفس الطريقة تسعة قدم نحول الى انش اضربها في 12 تطلع 108 وحول الى وحدة الانش ووتر كولوم اضربها بال تطلع 117 72 ووتر كولوم انش ووتر كولوم الـ 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 البرجر طلعت الـ الـ واللو اخذ الـ دلتا مالت اللي هو راح يكون P Lower Range Value لا تنسى احنا جاينا نحسيب Lower Range Value يعني الانترفيس عد اقل قيمة هاي عد هذا Lower Range Value فالدلتا بيش قد راح اصير هي P ناقص P Low فارجع 101 point الرقم اللي طلعنا ناقص اللو راح يطلع لي ناقص 16 point 2 انش ووتر كولوم هذا Lower Range Value بنفس الطريقة اروح احسب Upper Range Value لظل هنا بدل ما كان هنا لو Range Value صعد لحد الفاصل الى Upper Range Value راح تصبح المسألة بالكيفية الاتية البي هاي عبارة عن 4.5 قدم من Heavy Liquid زائد 3 من Heavy Liquid لذلك هنا شنو قلني يعني هذا الارتفاع 2 من Heavy Liquid لذلك قلنا 4.5 زائد 37 مباشرة قلنا 7.5 قدم من Heavy Liquid زائد 1.5 من Light 1.5 هذا قلنا هذا السهم او هذا الارتفاع 1.5 Fit of Light Liquid وتحول الى الانج 90 اضرب في 12 انها 90 انج of Heavy Liquid و 18 انج of Light Liquid حتى احول البرجر على High P High بوحدة الانج Water Column اضرب في specific Graphity فراح يطلع المقدار طبعا specific Graphity لل Heavy Liquid 1 و 1 بالعشرة وال Light Liquid اللي هو 78 راح يطلع مقدار P High بوحدة Water Column 113 Point 4 Inch Water Column بنفس الطريقة احسب Upper Range Value على High من اجي لل High اشوف ما راح يتغير من يصعد السائل قلني ما راح يتغير الضغط المسلط على Low Port لانه Remote Sale وال Full Flood محصور داخل هذا Remote Sale وفقط هو ضغط عمود 9 قدم المسلط من قبل السائل اللي هو Full Flood المحسوب سابقا 9 في 12 في هذا المقدار لذلك ما حسبنا اخذنا نفس القيمة يعني 9 Off Full Flood Having specific Graphity Off هذا المقدار اللي هو 1.9% which means there is no need to calculating it again يعني يبقى نفسه ما راح احسب وبالتالي حتى احسب الدلتا الفرق اقول lower range value اللي طلعته هذا المقدار ناقص upper range value احسب احسب ومو اللور اقول p high ناقص البي low فال high هذا مقدار والبي low نفسه قلنا المقدار ناخذه من الحسابات السابقة هذا البي low على اعتبار انه full float داخل white lake ما يتغير ارتفاع بالتالي الضغط يبقى بالحالتين سواء صعد او نزل مستوى الحد الفاصل وبالتالي راح يكون ال p upper range value ناقص 4.62 inch water column حتى احسب الاسمان اقول lower range value ناقص lower range value upper range value اللي هو هذا المقدار زين هو اشارته ناقص هاي الناقص ما تلقانون ناقص lower range value اللي هو هذا المقدار راح تطلع الاسمان اللي هو 11.52 inch water column يعني طبعا هنا الاسمان الضغط اقصد الفرق بين اعلى واقل المستوى راح يكون 100 او 11.52 inch water column حتى نملي جدول المعايرة او ما يسمى بال calibration table طبعا هنا ما اخذين five point بما فيهم عفو five point calibration table عندي هنا الانترفيس level وهنا النسبة المئوية هنا differential pressure transmitter فرق الضغط بوحدة الانتش water column وعندي هنا output من transmitter هنا مثل ما نلاحظ الانترفيس level ما راح ياخذ level للسائل ابتداء من الصفر الى حالة الملئة الكلية الارتفاع الخزان لا ناخذ فقط انه الانترفيس level مو level الكل للخزان او السائل داخل الخزان ناخذ الانترفيس level يعني من ياقيمة يتغير الياقيم مثلا نجي نشوف من قيمة اربعة ونص الى القيمة الثانية اللي هي الاربعة ونص نضيف الها ثلاثة سيصير سبعة ونص اذا راح يتغير الاسبان ماتي او الانترفيس level مقدار الحد الفاصل مستوى الحد الفاصل يتغير من الاربعة ونص الى النقطة الثانية يعني من الار رينج فاليو هي اربعة ونص الى النقطة الثانية راح يكون عبارة عن اربعة ونص زائد ثلاثة يعني للسبعة لذلك ناقلت الجدول من اربعة ونص الى سبعة ونص ابدأ اوزعها اه اه حتى اوزع الانترفيس level قيم الانترفيس level انا اقل قيمة اعرفها اللي هي اربعة ونص وعلى قيمة اعرفها اللي هي سبعة ونص يوصل لها قيمة او يوصل لها الحد الفاصل لكن القيم الوسطية شلون اه نقدر نوجدها بما انه انتبه منطيني five point calibration table اذا اقول خمسة ناقص واحد راح اصير اربعة شرح اسوي اخذ المدى اللي هو اه سبعة ونص ناقص اربعة ونص اللي راح يكون تلافة اقول تلافة تقسيم اربعة راح يطلع لي اه او بوينت خمسة وسبعين او بوينت خمسة وسبعين يعني الخطوة بين قيمة واخر راح تكون او بوينت خمسة وسبعين فاقول او بوينت خمسة وسبعين زاد اربعة ونص راح يطلع لي خمسة وخمسة وعشرين خمسة وخمسة وعشرين زاد خمسة سبعين بالمئة ستة وخمسة سبعين بالمئة زائد خمسة سبعين بالمئة راح يكون سبعة ونص هسا هذي التلاثة منين اجت اجت من اقل قيمة اعلى قيمة اللي هي سبعة ونص ناقص اربعة ونص تقسيم عدد البوينت ناقص واحد اللي هي اربعة وبالتالي وزعت الانترفيس لفول اما هنا البرسنت اوف رينج مثل ما عرفنا ناخذ كل قيمة ونقسمها على القيمة الاكبر فحتى احسب البرسنت اوف رينج اذا كانت غير معطات يعني الانترفيس لفول مثلا اه عرفنا شون نحسبها بعد ما حسبت الانترفيس لفول اجي احسب البرسنت اوف رينج اقول اه حتى احسب الخمسة وعشرين بالمئة مثلا خمسة وخمسة وعشرين ناقص اربعة ونص خمسة وخمسة وعشرين ناقص اربعة ونص اللي هي خمسة وسبعين اه تقسيم التلاثة تلاثة شون اطلعها اللي هي الاسبان سبعة ونص ناقص اربعة ونص يعني اعلى قيمة ناقص اقل قيمة اللي هي تلاثة الفرق راح يكون ثلاثة هذا اللي نسميه الاسبان اللي هو نفسه برين خمسة وسبعين بالمئة تقسيم ثلاثة راح يكون اه طبعا في مئة بالمئة راح يكون خمسة وعشرين بالمئة وهكذا اه ناخذ الستة مثلا ستة ناقص اه اربعة ونص ستة ناقص اربعة ونص اربعة ونص راح يطلع واحد ونص تقسيم ثلاثة في مئة بالمئة راح يطلع لي بنسبة المئة وهكذا بعد ما نكمل بيرسنت او فرينج دفرينش البراجر ترانسميتر اه اه برجر هذا نعرف هاقل قيمة واعلى قيمة نعرفها ومثل ما تعلمني سابقا شون نحسب القيمة من وسطية للضغوط او بنفس الطريقة اللي حسبنا اه اللي هي اه ماكس من برجر اه في ناقص من من برجر في النسبة المئوية اه زائد المنمم برجر وهكذا نطلع القيم الوسطية اما الاوتبوت بنفس المعادلة السابقة ايضا اه نحسبها واللي هي اه اه البي ماكس منمم او العفو منمم فاليو ناقص او العفو ماكس منمم فاليو ناقص منمم فاليو في البرسنت المقابلة لها زائد المنممم بعد ذلك الروح نحسب اه حتى نتأكد من الحل مالتنا نحسب الاسبان بطريقة اخرى وهي اه هنا الاسبان انووتر كولوم نروح للقانون مكتوب فوق نشوف الاسبان حسبنا ابل رينج فاليو ناقص الور رينج فاليو نقدر نحسبه بطريقة سريعة اخرى وهذه المعادلة جاهزة بدون اشتقاق الاشتقاق ما مطلوب بنعدكم مضروب بالدفرنس يعني الاسبان المعطى طبعا الاسبان المنطينية بالثلاثة في تحوله الى الانش اضربه في اثناعش في الفرق بين الاسبسيفيك الاسبسيفيك غرافتي اللي هي واحد بوينت واحد للهفي لكوت ناقص 78% اللي هي اللايت لكوت الفرق يضرب بالاسبان بوحدة الهداعش بوينت اه الانش ووتر كولوم راح يطلع لي الاسبان الهداعش بوينت اثنين وخمسين انش ووتر كولوم نفس هذا المقدار طلعنا سابقا اللي هو الاسبان قلنا الابور رينج فاليو ناقص الابور رينج فاليو طلع نفس المقدار اذن الحل ما انتي صحيحة صحيح وعمليه الكالبريشن او الكالبريشن تيبل ايضا صحيح اه لهذه المقدار نكتفي اه انشاء الله نشوفكم في محاضرات اخرى شكرا جزيلا